أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مراكز وليجان الرصد التابعة لقطاع العمليات التعليمية تعمل على إنجاز نتائج الفصل الدراسي الأول عبر رصد الدرجات بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح اختبار كل مقرر من المقررات وزير التربية والتعليم أكد أن العمل يجري بوتيرة ثابتة لضمان حصول الطلبة على نتائجهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني وكشف سعادة الوزير عن أن الوزارة شارفت على الانتهاء من الصيغة النهائية للنظام تحسين المعدل التراكمي الذي عكفت على دراسته خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن الوزارة ستعلن تفاصيل نظام تحسين المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الثانوية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وستصدر التعاميم والتعليمات الخاصة بذلك للمدارس الثانوية حتى يتسنى لجميع الطلب الراغبين في الاستفادة من هذا النظام التسجيل فيه وفق الإجراءات المعتمدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر